طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع بعقاب أبناء قطاع غزة وفي كلمته خلال مؤتمر لاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة شدد رئيس السيسي على ضرورة إلزام إسرائيل بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في إعقاب أبناء القطاع وإلزامها بإزالة كافة العراقيل أمام النفاذ الفوري والمستدام والكافي للمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من كافة المعابر وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات إلى أبناء القطاع في مختلف مناطقهم والانسحاب من مدينة رفح ترجمة نانسي قنقر